إلا الله عزيزي عجل إذا اتطلنا يا معدو أما إذا اتطلنا مع دخل الاعتداء الحوثي على حجور بمديرية كشر محافظة حجه يومها الثاني عشر تزايدت المعاناة الإنسانية مع الحصار القاتل الذي تفرضه الميليشيات حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية جراء الحصار فيما الحوثي وميليشياته كثفوا من قصف المناطق الآهلة بالسكان ومع فشل الميليشيات الحوثي في اقتحام المنطقة في ظل استماتة أسطورية للمقاومة في حجور لجأ الحوثي إلى حيلته المعروفة في التوسط للسلام والتظاهر بتقديم تنازلات وبحسب مصادر قبلية فمسودة التفاهم أبرز ما جاء فيها رفع كل النقاط الحوثية من مداخل المنطقة وفك الحصار وإطلاق الأسرى من الطرفين وإنهاء المظاهر المسلحة للميليشيات الحوثية مصدر في مقاومة حجور أكد أن أحرار المقاومة يقضون وفي أعلى الجهوزية لردع أي خيانة حوثية عليهم وخلال الساعات الماضية سيطرت مقاومة حجور على جبل المنصورة ومنطقة قرعة كما تصدوا لهجوم شنه حوثيون على جبل القشبة وشعاب قانم وشهدت حجور في الأيام الماضية اشتباكات ومعارك تمكنت خلالها مقاومة حجور من تلقين الحوثي خسائر فادحة منها أسر عدد من عناصر الميليشيات ومقتل العشرات من مسلحيها بينهم غيادات أبرزهم عبدالله جحاف وجرح آخرين